في إطار الحرب الإعلامية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ومحاولات واشنطن فرض المزيد من الضغوط على نظام طهران بعد عدة أشهر من سريان العقوبات الأمريكية عليه يخرج مسؤول أمريكي آخر في إدارة دونالد ترامب ليحذر من حروب الوكلاء التي أصبحت أهم ما يميز سياسة إيران في الشرق الأوسط ولأن العراق واحد من البلدان الخاضعة لنفوذ إيران فله حصة الأسد الحتمية من الصراع المعلن تارة وغير المعلن تارة أخرى بين واشنطن وطهران مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال إن فيلق القدس الإيراني يسعى لاستخدام ميليشياته في العراق لمهاجمة المصالح الأمريكية بأسلوب الحرب غير المباشرة بولتون حمل مسبقا فيلق القدس المسؤولية الكاملة عن أي هجمات قد تقع على غرار الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في بغداد الذي لم تتبنه أي جهة فالحرب بين الطرفين لم تتعد طابعها الكلامي وتبرر واشنطن ذلك على لسان بولتون بأن إدارة ترامب تتحرى الحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة كلام مستشار ترامب للأمن القومي يأتي بعد الشروط الاثنتين عشرة التي أعلنتها الخارجية الأمريكية نظير التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي ومنها احترام سيادة العراق والسماح بنزع سلاح الميليشيات المسلحة وثم تمن يتساءل عن مدى جدية إدارة ترامب من وراء تهديداتها المستمرة عبر الإعلام بضرب إيران وأذرعها الميليشيوية إذا تعرضت مصالح أمريكا للخطر لسيما بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وما أعقب ذلك من ردود فعل جاءت على شكل تغريدات إلكترونية هددت بإنهاء وجود إيران في المنطقة تهديدات سرعان ما خفت حدتها وتحولت إلى فسحة لمفاوضات مشروطة مع طهران في سيناريو مشابه للأزمة بين أمريكا وكوريا الشمالية التي بلغت أوجها قبل أن تنتهي بصلح مشروط أيضا موقف يناغم ما ذهب إليه موقع ناشنال انتريست الأمريكي الذي وصف التصعيد بين البلدين بالقول لا تصدق ضجيج الحرب مع إيران